اكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب أن رياضات الموروط الشعبي تعتبر تاريخا وهوية تتوارثها الأجيال في المملكة بفضل رعاية الفائقة والدعم الذي تحظى به هذه الرياضات من لدني حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه حيث تشكل هذه الرعاية مكانة بارزة في إبراز الموروط الشعبي البحريني في المشاركات الخارجية وتساهم في تحقيق مختلف الإنجازات وأعرب سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عن سعادته بتحقيق تشاكيل المركز الأول للشوط الأول حقائق أبكار في سباق الحقائق لهجن أصحاب السمو الشيوخ في ميدان سويحان بدولة الإمارات العربية المتحدة والمطية أسد التي حققت المركز الأول في الشوط الثاني حقائق جدعان مشيرا سموه إلى أن الإنجازين ثمرت اهتمام جلالة الملك المفدة حفظه الله ورعاه للمشاركات البحرينية في رياضات الموروث الشعبي وأوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن رياضات الموروث تحظى باهتمام من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيسي مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه حيث أن اهتمام سموه يلعب دورا بارزا في كتابة الإنجازات للبحرين في المشاركات الخارجية وأشار سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن إنجاز تشاكيل وأسد أسهم في إبراز الجوانب التراثية المشتركة وعمقها الخليجي والعربي والإسلامي وهو نابع من اهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في مواصلة إبراز رياضات الموروث الشعبي والمحافظة على تراثها العريق الممتد منذ عصور ماضية مبينا سموه إلى أن سباقات الهجن تعتبر من أقوى وأعرق رياضات الموروث الشعبي ونوه سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالإنجاز المميز الذي تحقق عن طريق أسد وتشاكيل وحصولهما على المركز الأول في المهرجان مشيرا سموه إلى أن هذا الإنجاز سيشكل دافعا كبيرا في مواصلة حصد الإنجازات في المشاركات القادمة وأشهد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالجهود البارزة التي بذلتها مختلف لجان البطولة والتي ساهمت في إبراز السباق بشكل مميز يعكس مدهتمام دولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في إنجاح كافة الفعاليات الخاصة برياضات الموروث الشعبي وفي سباق شوط الحقائق لهجن أصحاب السمو الشيخ في ميدان سويحان جاءت في المركز الأول تشاكيل ملك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة في الشوط الأول حقائق أبكار بتوقيت وقدره دقيقتين وستين وخمسين ثانية وفي شوط سباق الحقائق لهجن أصحاب سمو الشيخ في ميدان سويحان للشوط الثاني المركز الأول أسد ملك سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة حيث سجلت أفضل توقيت في فئة الحقائق جدعان لتسجل البحرين إنجازا جديدا في سباقات الهجن بفضل رؤية سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة الهدفة إلى مواصلة حصد الإنجازات الخارجية